اشتركوا في القناة وقعنا لشهار فضائي رسمي 30 أباية والقانون يكون كما يتشكل الحزب قانونا قبل أو عفوا بتريف نشر فضائي رسمي التصور كان الحقيقة هو كونه ساحة سياسية رام كثرة الحزاب ينقصها أمر ما معاكم احترامنا لكل من يجتهد في أي اتجاه إلا هو مناسب نحن في تعبودية ولكن على كل حال الفكرة هي كونه أشياء تنقص في تنقص من بينها كونه يزبط الحزاب تطرح نفسها بشكل جدي للسلطة إلى مهم وفي سلطة عدم وصولها للسلطة تطرح نفسها بشكل جدي في المعارضة ويظلي كونه راهو في الساحة اليوم المعارضة ما يشعر على ما هي ما يجب أن تكون عليه من الجدي حزب فعنا اليوم مكتب سياسي عندنا مكتب تنفيذي اللي هو جوزة من المكتب سياسي ولكن المكلب بالتسيير بالحزب بتوجيه عفوا من المكتب سياسي حبينا نمشي مباشرة التأسيس الهيئة القطعة مع فكرة المؤقت انطلقت الفكرة باختيار نواة صغيرة في البداية في بداية التنسيس ونواة تديه اختارت بعد ذلك المكتب سياسي يتكون من ثلاثين اختارنا كونه بلو خمسة وعشرين فقط في المكتب سياسي بنار على كونه بعض الشخاص سيقتحكون قريباً شارعاً كل من انخرط في الحزب أمضى وفيقة معينة تقول كونه يؤمن بما جاء في الوثيقة الوثيقة دية فاها مبادئ عامة ذيق تلوية والخط السياسي سيطلوها سميلة لبناء بالشيشي بعد الحين فها جملة من المبادئ العامة اللي تشمع كما قلت بين كل المخرطين وهي كما قلوه دستور الحزب وكل من يخرط في الحزب اليوم ولا غدوة ومجمل على انظار هذه الوثيقة كذلك المسألة المالية مش نقول لكم مرتوى بل نعدوكم مرتوى كما قلو الأخبار المالية بطال الحزب تقاوى في الموقع موقع سوف يقعواها وان شاء الله الشبكة في أقرب وقت موقع داية تقاوى فيه كل أخبار يتعلق بتمويل الحزب مصابر تمويله متاعه وانفاق متاعه المطالب هذه المفروض كانت تكون بها حتى الدولة الوصية حتى الإدارة ومحتى قانون في الموضوع داية غزت ما قمت به على قلنا نحن كحزب طالب وبأشياء معين نبدأوا بأنفسنا نكون متأكدين حالما تطالعون موقع الحزب ستجدون شافافية مطلقة فيما يتعلق بتصرف المال وقع افتتاح أول مقرد جلوي بحزب طيار الإمقراطي خارج العاصمة وهو مقرد سيدي موسيقى من ناحية أخرى توضعنا بعض التنسيقيات الداخل الجمهورية نذكر منها تنسيقية المهدية تنسيقية سيدي موسيقى تنسيقية التاجة تنسيقية أريانا تنسيقية تنسيقية الكبرى ونزال عنا تنسيقية أخرى إن شاء الله يقطع تركيزها في القائد العشر إن شاء الله في الحزب الطيار الإمقراطي أيضا إن شاء الله لجال لجال هي بشتهتم بتطوير ووضع برامج الأساسية للحزب وفق عقيدة الحزب التي طلناها تنتمي إلى العائلة الاجتماعية الإمقراطية اللي جاء هذه ونحب نبتها بلجنة تعبد برشة ريالة هذه هي لجنة الإعلام نشكرهم بالمناسبة وطبعا لجنة السياسات العامة لجنة السياسات العامة تضم لجنة ملوال التنمية لجنة الصحة لجنة التشريع لجنة الرياضة لجنة الرياضة لجنة الإصلاحي الإباري لجنة محاربة الفزاد طبعا لجنة هذه قاعدة تكونت وطوب ضد أشغالها وإن شاء الله سوف تترون إباعا برامجها إن شاء الله نحن في الضيارة ديمقراطية من مجموش ويكونوا خارج الوفاة الوطن حيث نذكر إلى الوقت بالمراسمات الرائية للحوار الوطني ووجدت لنا الدعوة لبيناها بكل سرور وإن شاء الله نكونوا مطق ونقروا لأحنا قمنا بعمل يجرد نحن التوافقات وحوينا نقرب وجهة المغرب التوافقات سبيح لكن التوافقات ليس كما تفق التوافقات التوافقات التي تجعلنا نهديه لشعبنا دستور يقبل به غالدية تتونس فيه ولا يخص فيه أي مكونات المجتمع بالغرب كذلك كنا بنا في الحوار الوطن وإن شاء الله يصلنا على الأقل إلى تقريب وجهة المغربين باقتلف الحساسيات السياسية طبعاً الحوار الوطن المعلق وإن شاء الله ندعيه وإن شاء الله في ظروف أحسن ويتميز إيجابياً بكل جميع الأطعام السياسية بالنسبة للدستور بالنسبة للدستور الواضحة وننقر بأنه صار خلل كبير في عمل الدستور على ما اقتل في المرح الخلل هذا يتمثل في أنه لجنة التنسيق والسياغة نعتبروها تجاوزت عمل اللجان التأسيسية ونعتبروها غبنت حق نواب الشعب كيفاش على خطر وصولها لأنه لجنة التنسيق والسياغة غيرت في جوهر بعض النصوص التي أعطيتها الرجال التأسيسية ونعتبروها لجنة التنسيق والسياغة أيضاً عدات الأحكام الانتقارية من غير ما تمر بلجنة التأسيسية خاصة بها وهذا يعتبروه خلل كبير ونجمعه ضد فلسفة المجلسة الواضحة التأسيسية نحن من نجموش نكون مع الخلل لكن من نجموش هذا المشيوح إلى طريق مجهول لماذا نجموش نمشي ولا يدد مجهول؟ لأنه إذ كنا نعرف حتى إذا كان وقعت تصويت على الوصول فصلاً فصلاً راه التصويت على دستور بيروماتيكي تطلب موافقة ثلو فهي أعواء المجلسة التأسيسية وهذا بالنص المشروع الحالي نتصوره إنه موجود إذن نحن من نجموش نسيره بالمسار التأسيسي إلى متاهات ربما يصعب الخروج ويصعب الخروج مها عليش يصعب الخروج مها؟ على خطر كما قلت إذا كان نفهم شده لفاين باش تطوير مرحة الانتقارية بما أنه باش نمشيوا إلى ربما الاستفتاد لا قدر الله الاستفتاد هو نوع من أنواع الديمقراطية المباشرة صحيح لكن في الوضع الحالي في الوضع التاريخي هذا الاستفتاد يهزنا ربما إلى مطبات كبيرة نحن نعتقد في الطيار الديمقراطي بأن هذه التسمية تسمية تحسين الثورة تتجاوز بكثير مؤمون هذا القانون لأن تحسين الثورة لا تمر فقط عبر إبعاد الملفعي هنا في نظام السابق تحسين الثورة لابد من ترسانة قوانين أخرى لإصلاح المنظومة القديمة لمحاسبة الفاسدين للقضاء على الفساد لإسترجاع المنهوبة إلى غيرها هذا كان يشنع تقدم نحن في طيار الديمقراطي بأنه ربما أحسن تسمية يمكن أن تطلق على هذا القانون هو حماية المصار الديمقراطي هذا القانون تم سنه في هيئة بن عشور ذلك عبر مصادقة هذه الهيئة العليا لحماية الثورة للفصل المصار الذي أبعد وهو حرم المسؤولين نظام السابق والمناشدين من التقدم لانتخابات المجلس التأسيسي وبالتالي كان الكل يجمع على أن هذا القانون لابد من سنه وحرمان المتعاملين والفاعلين في النظام السابق من المشاركة في الحياة السياسية نحن نعتقد بأنه اليوم أصبح نفس تلك الأسواد التي كانت تنادي بإبعاد التجمعين تعتبر هذا مثل هذا القانون إقصائياً ومخالفاً لقانون الحقوق للإنسان وبالتالي معناها الأمر يتضح بأنه ليست مسألة مهدائية هذه معناها يدخل في نتاق توازنات سياسية جديدة ظهرت على الساحة على أثر نتائج انتخابات المجلسة اليوم العديد الأطراف تنادي بعدم تمرير هذا القانون نحن في طيار ديمقراطي نرى أن هذا القانون هو مطلب شعبي هو مستحقات الثورة وهذا القانون نحن نسانده وندعمه ولكن على شرط أن تكون هناك ضمنات للأطراف التي سيتم أبعادها عن المشاركة في الحياة السياسية هناك أطراف تعتبر بأن هذا القانون جعل لأقصى طرف معين موجود الآن على الساحة نحب نذكر أن هذا القانون تم تقديمه من طرف الحزب المتمر خلال شهر أفريل من سنة 2012 في ذلك الوقت هذا الطرف السياسي المقصود به الآن لم يولد بعد وبالتالي معناها مزايدة سياسية هذا القانون ليس لأقصى أي طرف سياسي هذا القانون جعل لإبعاد رموز النظام السابق لإبعاد الفاعلين في النظام السابق هؤلاء الفاعلين الذين نشاهدهم اليوم يحاولون الرجوع بقوة محاولين عبر عديد المنافذ وذلك لالتفاق على الثورة نحن نعتبر بأن هذا القانون سندعم هذا القانون ونصل به إلى أن يكون قانونا نافذاً قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة موسيقى موسيقى الترغيط الفاعلين حتى لا نحن نحن نحك في صرارة المجلس ولكن خرجت لأنا أسهر وحركت هذا لا نحن أن تغير السيدة أستخدم بالعكس عندما كنتين في الموتمر ونتفوت باسم الموتمر أختار حفظوا كوزيرة بفاع وكاننا نحن نحن نحتاج نحن معا ناجي نكون سفية ونجي نكون وزير فى مزارة غير الدفاع أما لو كنتحنوه في الدفاع يصدق الذي نحن يمكان إذ جرائنا وقت قناه كل وضوح